مصر خير مشاهدينا لآخر ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت صدن لليوم العنوان الأول كان أعلان عن شفاء الأسد وزوجته من كورونا طبعا في الثامن من آذار أعلنت رئاسة الجمهورية عبر مواقعه عن إصابة رئيس النظام وعقلته بفيروس كورونا وما أن انتشر الخبر حتى بدأت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مصدق ومكذب وشامت ومتمني للشفاء لهم إلى أن بدأت الأخبار أيضا بالانتشار عن ذهابه لروسيا لتلقي العلاج وأيضا هذا الموضوع أثار سخط رواد مواقع التواصل والشعب السوري أجمع اليوم تم الإعلان عن شفاء الأسد وزوجته وعودتهم لممارسة نشاطاتهم وأعمالهم لتعود أيضا التعليقات وتطفو من جديد على مواقع التواصل حول المدة التي بقي فيها الفيروس في جسد الأسد وزوجته سنرصد قسما من هذه التعليقات طبعا الإلفت بتقول كلمة سرحية لها نهاية وتعليق آخر من نهلة بتقول نصف قرنوا أنتوا بتكذبوا على هالشعب وقفت على الكورونا يا ناس نحن من سوريا ما كنا نعرف عنا ببلادنا كل هالثروات الهائلة حسن بيقول الأمر واضح منذ البداية خبر إصابة العينتين بكورونا ما هو إلا إشاعة لكي يخرجوا علينا الآن بهكذا خبر يتم تصويره على أنه انتصار يضاف إلى انتصاراتهم الوهمية في ظل ندرة الانتصارات الفعلية وتعليق من خالد الفقير طيب هما تقدم لهم أحدث اللقاحات والأجهزة الحديثة والشعب الغلبان عم يموت من قلة الموت وهنن على رأسهم ريشة يعني وجهة نظر خالد ومحمود بيقول والله فرحنا لكورونا بخلاصة بالسلامة هاي أرغب التعليقات اللي كانت حتى من وقت لما صدر خبر إصابة الأسد بفيروس كورونا الحمد لله كنا ناطرين هذا الخبر على الأحر من الجمر هالمرة نفد منها مرة تانية بيمشي الحال بروح فيها إن شاء الله وجهة نظر جلال طبعا على هذا الخبر قمنا باستطلاع على صفحة تلفزيون سوريا هل تصدق مسرحية سانة بإصابة رئيس النظام وعقيلته بكورونا وإعلان شفاءهما طبعا طلبنا من المشاركين يشاركونا الرأي كانت النسبة 15.6% نعم ليس هناك مجال للكذب و84.4% لا لكسب استعطاف السوريين هذا كان رأي الجمهور اللي سألنا عن موضوع إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا موضوعنا الآخر مشاهدينا وهو عن الضجة حول هدية أنس مروى لزوجته يوم عيد الأم حيث أهدى أنس مروى زوجته نجمة في السماء ضجت يوم أمس منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قصير لليتوبر السوري أنس مروى وزوجته أصالة المالح بكشفه عن الهدية التي أهداها لزوجته بمناسبة عيد الأم وهي نجمة في السماء سماها باسمها إذ قال وهي الشهادة يمكن اللي حط أنس على حساب وعلى الفيسبوك طبعا اهدأ زوجته نجمة في السماء حيث أنه اشترى لها واحدة وسماها باسمها تيمنا بها إلى جانب اهدائه واحدة لوالدته ووالدة زوجته قبل أن يستعرض الشهادات الخاصة التي توثق عقد الشراء وتوثيق تلك النجوم باسمعهم دعونا نرى الفيديو الذي نشره أنس ونعود لقراءة بعض التعليقات وموضوع شراء النجمات أيضا هديركم اللي هدية اللي أنا جبتها لأصالة ومو بس لأيلي ولخالتو جما ما بعض ميزة سمعتوا أنتم بها الشغلة عبلا هيك ولكن الواحد فيه يشتري نجمة بالسماء نجمة تكون تخيلوا أنه بالسماء وتسمية باسم فأنا اللي عمله وبيجيك شهادة وبيقول لك وين هي النجمة ولو نجمة وقعت بيقولوا نجمة أصالة وقعت على الأرض كصالة في الدنيا huh 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 فلوسكم وكل التبرعات ليسوا هتبرعوها وصحابنا هيتبرعوها واليوتيوبرز اللي هتشوفوهم بيهالفيديو هيتبرعوها واللي نحن هنتبرع لا تكون رايحة باتجاه صح باتجاه مني طبعا للأسف الموضوع أخذ حيثا على وسائل التواصل وأبعادا ربما أكبر مما هو عليه لتبدأ بعضها التعليقات بالحديث عن أن موضوع شراء النجمة ليس بالجديد وغير المكلف أيضا كما ورد في بعض التعليقات التي صدرت والمنشورات عن هذا الموضوع فبإمكان أي شخص شراء نجمة له في السماء وتسميتها باسمه أو باسم شخص عزيز عليه فقد بدأت هذه الظاهرة في عام 1979 ويتم ذلك عن طريق منظمة International Star Registry والتي تقوم بتسجيل النجوم بأسماء الأشخاص حيث تمتلك هذه المنظمة سجلا دوليا يوثق ملكية أي نجمة وفقا لما حددته وكالة ناسا الفضائية لهذه المنظمة تقوم أيضا منظمة بتحديد نجمتك في السماء وتسجيلها باسمك مقابل مبلغ من المال يتراوح سعر النجمة الواحدة بين 50 إلى 500 دولار طبعا يتفاوت السعر ويزيد سعر النجمة حسب موقع النجمة اطلالتها الفضائية حجمة ودرجة لونة وأيضا لمعانا ومدى قربة ووضوحة ويحق للشخص اطلاق أي اسم يفضله بفضله طبعا على النجم التي قام بشرائها ويحصل على وثيقة باسم نجمته تثبت امتلاكه لها كما أن هناك مشاهير قاموا بشراء نجوم وسجلوها باسمائهم كان أبرز هؤلاء المشاهير وليل عهد البريطاني الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا والممثل توم كروز ومدرب الكرة زين الدين زيدان والمذيعة المشهورة طبعا أوبرا وينفري خلونا نشوف التعليقات على هذا الموضوع كان هناك تعليق الاسم غير واضح يمكن زينب هو بوست طوير حاول اختصره أنه أنا سمر واشترى على مرته نجمة بالسماء وسجل باسمها على عيد الأم نص السوريين على فيسبوك مشايرين الخبر ومزعوجين مع عشرة آخرين وكأنه شاري النجمة من جابتهم حدا مشاير الخبر وعم يدعي وعم يدعي عليه قال أنه منجيوا بالسوريين لا والأنكة أنه ثلاثة ارباعهم عم يحاولوا بإيديهم ورجليهم حتى ينشروا على يوتيوب وياخدوا مصاري مثله ومثل باقي اليوتيوب بارية أنا ما لي كتير من مشجعين محتوى اللي بينشروا أناس وأصالة لكن هذا شيء ما بيعني أني احقد عليهم لمجرد أنهم من شهر وصار عندهم مصاري وعم يعملوا شو ما بدون أنا سمرتو بيربحوا من يوتيوب عن طريق المشاهدات اللي بتتفعل لهم حق جوجل وعن طريق الأعلانات اللي بتتفعل لهم ياها الشركات المختلفة أخيرا بتقول إن شاء الله يحرق مصاري أو يشتري فيها نجوم أو يكبها بالشارع إحنا مال أمينا القصة روان أنه ممكن واحد بعد ما يشتري هاي النجمة يبيعها ولا ما بصير يبيعها كمان لا ما بعرف قصة البيع كمان كيف راحتكم بسي الصة أكيد أنه رمزية يعني هي ما نقل طبعا حقيقي إيه وانت ما فيك أكيد أنك تشتري الواحد يتخيل إشتري نجمة يمكن دفع مبلغ كبير وهذا اللي حققه هو من وراء الفيديو أنه يعني يترك التفكير لأنه شو سعر وشو كذا وصل لهدفه ساحر يمكن بتحكي عن سعر النجمة كل حقها نجمة 35 يورو وعملين عرض عن نجمتين بستين يعني منيح محقهم مليون يورو وكالة ناسا مو معترفة بالموقع من الأساس وبالنهاية أي نجمة عم نشوفها بالسماء بيكون مغير موقعه من ملايين سنين يعني ممكن بالواقع الحالي تكون راحة بشي ثقب أسود وماعد إليها وجود بس هذا فيديو ليزيد مشاهدات صفحته أو نزل فيديو ممكن تقصد ويكسب أكتر وممكن دعاية لهالموقع وأخذ سعره أدبال سعره وبالسعره صح دي مواي يمكن ومن مين اشترى بالله النجمة لأني ناوي اشتري الأمر بس لكم الحقه في ناس ميتم نجوعه الفقر وهو عم يشتري النجمة حسبين الله ونعمة أنت وعم تهدي الفقرة كان يقلت في حدا يشتري الأمر كم صحيح هو بريطاني هو مدعي أنه مشتري الأمر وهذا الشي طبعا من زمان وحتى أخذ وثيقة فيها كان وعم يعرضه عبدو بيقول خالف تعرف سياسة يوتيوب يجب أن تكون مختلف ليمي ذلك محرك البحث الذي يربح ويربحك وطبعا هنا وصلوا لغايتهم بالفعل أفكارهم لم يسبقهم إليها عالمي حتى الآن على فكرة أفكار أنس وأصالة يعني ضحكت عليها بنجمة هذا التعليق كثير كان جميل بنجمة أصالة لا تقبلي الهدية قال عصفور بالإيد أحسن ناشرة على الشجرة طلبي منه مكنسة كهربائية بكاتم صوت يمكن أفضل وتعليق فاطمة بتقول أهم شي تركونا هالشمس مع النغيرة ونبقى على العتمة بعدين أنا حابة فيه كثير طبعا تعليق